موسيقى من هواوي إلى إيران مرر باتفاق باريس للمناخ وإمكانية اندلاع حرب تجارية قائمة طويلة من الاختلافات بين الحلفاء القدامى، الأوروبيين وولايات المتحدة من هنا في لاهايب هولندا ألتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحديث عن تلك العلاقات وسأبدأ بسؤال عن عملية السلام في الشرق الأوسط وزير الخارجية، شكرا جزيلا لحضورك معنا سعيدنا أن أكون هنا لنبدأ بالشرق الأوسط حيث يدور الحديث عن وجود خطة قلت إنها ستكون مفصلة وبحسب قولك فإن الناس قد يرفضونها وأن الإسرائيليين وحدهم من سيحبونها ألم تضع يدك بهذا على الجرح حول وجود انحياز أمريكي تجاه إسرائيل؟ وهذا يعني أن الصفقة لن تنجح أبدا يا إلهي كلا، كنت أشير في كلامي إلى وجود تصور خاطئ كنت أتحدث عن تصور خاطئ في أساسه أظن أنه عندما تكشف الخطة ويرى العالم ما نقترحه فإن كل الأطراف وكل الأشخاص سيفضلون عقد هذه الصفقة لأنها ستوفر الأساس الذي من شأنه أن يحسن حياة المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين ليس فقط الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم أيضا اطلعت على التقرير الذي كنت تشير إليه هذا تصور خاطئ تماما لكن هذا ما قد تجده في بعض الصحفي الأمريكية التي لا تعرض القصة الكاملة بشكل صحيح لننتقل إلى الشؤون الأوروبية لأنك هنا في لاهايب هولندا أعتقد أن العلاقة متوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الوقت الحالي ما تقيمك لهذه العلاقة على سلم مرقم من واحد إلى عشرة؟ أعتقد أنها علاقة رائعة أسمع أننا سيتحدثون عن وجود توترات وضغوطات أنا ألتقي شركاء الأوروبيين باستمرار التاريخ الأمريكي والأوروبي تخللت دائما خلافات توجد خصومت حول قضايا تجارية أو قضايا تتعلق بالأمن القومي قد نختلف عليها وقد لا نتشارك الطريق نفسه في العديد من القضايا لكن قيمنا المشتركة تحدد دائما فهمنا المشترك وتصورت حول ما يمكن أن يهدد الديمقراطية والتحرر والحرية في العالم وهذه القيم التي تسود دائما وهذا ما سيحصل هذه المرة هل أختار رئيس ترامب عندما أشار لأوروبا على أنها خصم أو عدو؟ أظن أن ما كان يعنيه الرئيس ترامب هو أن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي غير عادل في بعض النواحي نحن لا نستطيع بيع منتجاتنا الزراعية في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد الأوروبي يبيع منتجاته لنا وهذا ليس عدلا لا أحد يقبل بنظام تجاري يفرض تعريفات جمهوركية غير متساوية وحواجز غير جمهوركية إنه يريد مساحة عادلة ومتكفئة لأمريكا وأوروبا عندها يتنافس الطرفان ويكونان في وضع أفضل إدارة ترامب من أشد المؤيدين لبريكسيت لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر بالتكتل الأوروبي هل تدعم إدارة ترامب لبريكسيت لأنه يلحق الضرار بالاتحاد الأوروبي؟ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرار شعب المملكة المتحدة كما تتذكر تم طنب مستفتاء وصوت فيه شعب دولة ذات سيادة إذن هو ليس قرارا أمريكيا بل قرار على أساس ديمقراطي في هذه الظروف هل رئيس ترامب يدعم بريكسيت؟ شعب المملكة المتحدة هو أكبر مؤيد للبريكسيت لقد صوتوا لذلك وهذا هو السبب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس بسبب ما قد يقوده أي طرف آخر شعب المملكة المتحدة منطلب بالخروج تحدث الرئيس ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق تجاري في أسرع وقت ممكن نعم بالطبع هل الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة أولوية أكثر من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟ علينا أن نرى كيف تسير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن نعم إنه أولوي بالنسبة إلينا لدينا علاقة عميقة مع المملكة المتحدة وعلاقة تجارية مهمة أنا في هولندا اليوم إنهم مستثمرون كبار في الولايات المتحدة والأمريكيون مستثمرون كبار في هولندا لدينا قمة عالمية لريادة الأعمال بسبب التزامنا المشترك بسيادة القانون والإنفتاح التجاري نريد أن نحقق ذلك مع المملكة المتحدة سنحققه عندما يتم الانتهاء من البريكزيت نعتزم العمل لإبرام اتفاقية تجارة حرة قائمة على التكفؤ وثقة وتسهم في نمو اقتصاد البلدين ترى أن ذلك سيحدث قبل أن يحدث مع الاتحاد الأوروبي ليس لدي فكرة عن تسلسل الأمور بالنسبة إلى هواوي إدارتكم تحدثت بقوة للضغط على البلدان الأوروبية كي ترفض هواوي لماذا يجب على الحكومات الأوروبية أن تستمع إلى تحذيرات إدارة ترامب شأن هذه الشركة في الوقت الذي يبدو فيه أن الرئيس ترامب لا يثق في وكالة الاستخبارات الأمريكية على سبيل المثال وبشأن إيران يقول أنهم مخطؤون وأن عليهم أن يعودوا إلى المدرسة إذا كانوا مخطئين بشأن إيران لماذا قد يكونون على حق شأن الصين كنت مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية لا شك بأن لجنة الاستخبارات تخطئ من وقت لآخر لكن مجمل عمالها ممتاز ويمكن الاعتماد عليه والوثوق به بتأكيد الدول الغربية والديمقراطية الليبرالية تتقسم مجموعة من القيم المشتركة لكن الصين لا تتقسم هذه القيم نفسها كما أن بنيتها التحتية وأنظمتها التقنية تختلف اختلافاً جدرياً خصوصاً في حالة الشركة المدعوة هواوي أساس شركة هواوي قائم على العمل مع الحكومة الصينية يوجد في مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء من الحزب الشيوعي وهذا يتعارض مع طريقة التي نحمي بها أمن الشعوب في هولندا وأوروبا والولايات المتحدة لقد أوضحنا أن هناك مخاطرة حقيقية فالأوروبيون يهتمون بمسألة الخصوصية وأن أعلم ذلك جيداً لا يمكن لأحد أن يضمن الخصوص عبر شبكة تتحكم بها الحكومة الصينية من الإنصاف الإشارة إلى تويتر في بعض القضايا لو أن إدارة ترامب استمعت أكثر إلى حلفائها في أوروبا فإنهم قد يتقبلون هذه التحذيرات لنرى مثلاً التغريدة التي أطلقها ترامب حول عمدة لندن إنها لا تقوّل علاقات عمدة لندن تعامل مع رئيس ترامب بشكل فضي سأتحدث عن نفسي أنا وزير للخارجية منذ عام وعدة أشهر نحن نستمع إلى شركائنا الأوروبيين يومياً ونلئي اهتماماً كبيراً لمصالحهم ونعمل معهم عن قرب لدى الولايات المتحدة وأوروبا تاريخ طويل لكننا قد نختلف على بعض النقاط أنا متأكد من أن هذا سيستمر لكن علي أن أقول إن العلاقة بالإشمال ممتازة سؤال أخير عن إيران تبدو الآن على استعداد للقاء الإيرانيين من دون شروط مسبقة لكن هذا يخالف ما قلته سابقاً هذا ليس صحيحاً إذن سياستك لم تتغير في هذا الصدد قال رئيس ترامب قبل عام إنه جاهز للقاء من دون شروط مسبقة لتحدث مع الإيرانيين حول مجمل أنشطتهم الخبيثة والبرنامجين الصاروخي والنووي وهذا ليس تصريحاً جديداً هل تقرب وجود اختلاف بشأن إيران بينكم وبين بعض الدول الأوروبية؟ بعض الدول الأوروبية الكبرى ليس في الأساسيات على الإطلاق التقيت وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أخبرني أننا نمتلك رؤية مشتركة في مسألة التهديد الإيراني لدينا مقاربة مختلفة للاتفاق النووي ونختلف في طريقة تحليل لإيجاد أفضل سبل لمنع إيران من بناء نظام أسلحة نووية نختلف على الجانب الفني لكن ليس على المبدأ والهدف ومخاطر التهديد أعتقد أن الأوروبيين والأمريكيين لديهم نفس الفهم لهذه الأشياء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة